موسيقى رواد الأعمال أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال كما عودناكم في كل حلقة نص صديف رجل أو سيدة أعمال رحبوا معنا اليوم برادة الأعمال الجميلة ومميزة مدام إيمان أهلا وسهلا إيمان بداية أنت رحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC ونتمنى بالبداية تعرفيننا وتعرف المشاهدين من إيمان كيف كانت بدايات إيمان أول شيء أهلا وسهلا بك نورتنا أنا إيمان بعشاء البيوتي والجميل أشوف أي مرأة حلوة عشان هيك دايما عالمي بالجميل بالسالون بلاتينيوم بلاك هيدا أنا وشركة أخذني هو من 2014 فاتح سو عنا كذا قسم عنا قسم الشعر عنا قسم الثيرابيس للجسم والبشرة بنفس الوقت عنا النيلز وعنا كمانة رجالة سكشن خاص للرجال ممكن تخبريني على الخدمات اللي تميز فيها قسم السيدات وكيف تميز بتخديم هاي الخدمات بلاتينيوم بلاك خدماته بالشعر عنا الإكستنشن هو من روسيا كتير في عنا خبريات نحن نجيبها دايريك للصراحة من روسيا وكتير بحبوها الزباين هون يعني عنا خمس تلاف ريتورن كاستمر يعني الزباين دايما بترجع عشان بحبوا يعني بالعلاجات العلاجات الشعر الشعر حد زيته والإكستنشن والهايلايت والصبغات اللي نحن منحب هون بالسالون إنه كتير منحافز على الشعر إنه ما تخرب يعني أوقات مثلا بتطول تقريبا ثلاث أربع ساعات على مثلا مادة هي مادة الهايلايت منطول فيها مننزلة شوي بس منطول أكتر بس عشان ما نخرب الشعر إنه مش بسرعة يلا تخلص على السريعة السريعة ويخرب الشعر ينو علاقة هيك هيدا الحلوة بلاتيني لأنه عندك ناس بد خلص إنه أدمنت على صحة شعره أدمنت على حلاوة الشغل كل الموظفين اللي هني عنا خب 16 سنة 16 سنة 18 سنة عندهم experience بالشعر فالأريا تبعة الشعر هو اسم الشعر الحمد لله كتير متميزين فيه بهيد التفاصيل اللي هي التريتمينت اسم الأظافر ببلاتينيوم بلاك هو تقريبا 90% روس يعني روس روس تيكنيشل رشان تيكنيشل اللي بيعملوا كلهم بيحكوا روسيا وكمين عنا فلبين وشعطين كتير بس التكنيك هو الروسي وأكيد النساء تعرف شو التكنيك الروسي فين أشرح شوية عنه هو يعني تنظيف داخلي وخارجي بطريقة كتير يعني لينة على البشرة ما كتير انه مثل القديمة وتطور النابز وتطور الشعر والحمد لله هيدا الصمام لاتين يوم دائما عم يتطور عرفت بس فيه شغلي كمان عنا كتير حابي أقوله وتشوقت انه شوفك لقلك هيدا تريتمين اسمه جابانيز ني تكنيشل اوكي هيدا سبشل للأشخاص اللي هندي محجبات بيصلوا بيهيك بس تريتمين خاص لعلاج الدفر بس نفس الوقت بيلمع وبينضيف كل الدفر فأنت بيكون عندك تريتمين اسمه جابانيز نحن نتفرد فيه نحن بكم صالون بس انه بالامارات كلها نحن شوي متفردين فيه هيدا وكتير عم بيساعد بنات لانه هو واحدة فيها تحطه وتصلي ويكون عندها كل الأخبار اللي بيعت عملها ما عندها اي مشكل وبنفس الوقت بيعالج لانه هو بيتامينات للأيد وبنفس الوقت بيعطيها لمعة بيخليها مضويب كن انه حست حالة عملت شي وبيغزد الضفر فهيدا يتتمي كتير اوي يعني اول لك ركمانيز عنا قسم الثيرابيست فيه عنا قسم كتير اوي وكتير ناس دايما فولي بوكت ما شاء الله وانا كتير هيدا هيدا كتير حبيته عن جد عن جد يعني شفت الريزول بعيوني هو سبوت ريدوكشن هيدا بتجي عنده شوي هيدا الكرش بدون يشلو فهي بتركز اول شي فيه ايل خاص من روسيا كمان كتير حامي فبيضوب شوي الفت على الشغل اللي بتشتغله بالخشب وبالفيكنيك معين هي بتشتغله بعد تقريبا خمس جلسات بشوف فبيرجع لعننا بصير لنا انا بدي هون كمان وبيجيب رفقاته فهيدا تريتمت كتير حلو للرجال وللنساء شايفين كتير اففكت فيه وكتير حابة هيدا ضو عليه علد كتير فيه ناس برا لحت تحب هيدا الموضوع عن جد لحت تحس انه اوكي لكن احنا فينا روح نعمل عمليات تشميل وفينا روح نعمل كذا بس اذا فيه شوي تريتمت يكون طبيع علاج يكون طبيع يقدر يروح الفت لا لا وهيدا موجود هون بلا تانية بلا وإله سنين لصراحة والناس كتير مبسوطة عليه فأنا كتير بحب انه بدو عليه الشيء التاني كمان بالتريتمينت اريا عنا شيء اسمه جواشا مساج خاص للبشرة هيدا بيشد الرقبة والوجه للمرأة وللرجل الطبيعة بتكون هيدا المرأة ثري تو وان بطر صلو في عنا القسم اللي كتير بحبه هو الطبيعي يعني كل الاشياء نحاول نجيبها نحنا نجيب من ماليزيا بضاعة من كوريا بضاعة قيل خاص للبشرة كيف نقدر نحنا نشد البشرة من الداخل ومن الخارج انه نعلي البشرة في عدلات عنا بتنام شوي مع العمر مع السترس مع كذا الثيرابيست هني السوبر بيفوتوا بيعرفوا انت وين مثلا الاريا اللي عندك نحنا فينا نعالجها ونرفع البشرة ونرجع نحية فهون بيستخدموا زيوت وبيشتغلوا على متل تفيئ العضلة عرفت وبيصيروا يعلوا البشرة ومنذ الرأبي لالوجه بيعلاج كامل طبيعي نحنا نسميه non-surgery treatment يعني بدون ما تروح على السرج في الفوتون حتى لو عام البوتوكسوفيلر كمان فينا نعمل نعمل للبنت او للرجال فعلى حد نستفيد بعد النجاح الرائع اللي وصلتوله شو هي الخطة والرؤية المستقبلية ان شاء الله يا رب الخطة المستقبلية كمان في بيناتها انه نحنا نفتح فروع بكذا مكان لعلاج نحنا بالدي اي اف سي والاريا كتير حلوة ونحنا كتير مبسوطين فيها ويزا بيننا الحلوين وبالناس الطيبة بس عبالنا كمان نوسع الفروع تانية لحتى يقدروا من كذا انحاء يجوا يشوفوها وان شاء الله مبتعر يمكن نروح على البلاد تانية كمان من خلال خبرتك رائدة اعمال شو بتنصحي الجيل الجديد اللي حاب يبدأ عمل خاص فيه اتعلم الشي اللي بتحبي اول الشي صار هلق وسائل التعليم جدا سهلة يعني هيدا التليفون اللي منك مشو بايدنا لو بس بنستخدمه نتعلم منه مش هو ياخد مننا يعني بدون ما ياخد مننا وقتنا وطاقتنا وعيوننا لأ ناخد نحن منه حد نستفيد كتير فتعلم شو تليشي بتحبي فتعلم وبعدين ان شاء الله يا رب لحتفتح اللي بواب انا بعتقد بشي اسمو الطاقة لوق اتشراكشن يعني شو اللي انت تطلبو بيجيك افتح طاقة البوزيتف افتح طاقة العمل و دايريك لحتجيك يعني هي سيركل شو بتاعتي للدنيا بترجعلك اعطيها حب وعطيها طاقة وقوم الصبح قول يا رب thank you so much انك فيقتني من النوم اليوم مادام انت قلت thank you so much فيقتني من اليوم اليوم انت قلت اختي يوم جديد ونهار جديد وشانس جديد بالحياة الفرص تجيك لما انت تكون عم تبطلع على يعني مثل السيارة الحمرة بتعرفها هاي انت طالع اليوم من البيت بقول اليوم بدي سيارة حمرة ما بتخلي سيارة حمرة لما بتشوف الفرص نفس الشي لما تحط براسك انه انا بستقبل الفرص وانا ايدي زير انا بستحق الفرص وما بيقزي حدا وماشي بحياتي بالعكس ساعد الكلب خلي وراي ورود الله لحي يبعط لك الفرص بس حت اللي متل ما قلنا قبل شوي الخطوات اول خطوة ثانية خطوة سا هيدا اللي بدي اقول وانصح بالنهاية شو رسالة بتحبي توجيها دولة الامارات على دعم ها وعلى الامن والامان كتير عبالي اشكر دولة الامارات على دعو عطتنا هال فرصة انه نقدر نفتح شي حلو هون هايك ونكون part of تطور اللي عم بيصير بهذه البلاد الحلوة والامان اللي نحنا في حتى التسهيلات يعني انت لما تجي تفتح محل او سالون او اي business ببلاد ثانية انا عملت قبل شوي في مثلا قوات صعوبات هون جدا سهل الموضوع تسهيلات الدولة علينا والحضن الحضن الله يخلينا هايدي الدولة وانشهلا نبقى فيها ونتكبر ونكبر معها ونكبر سوا يا رب بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبري جميع السيدات والرجال بتابعوك حاليا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع بلاتينيون بلاك بتلاقونا بقلب امرس تاورز جراون فلور بالدي اي اي اف سي بلاتينيون بلاك القسم النسائي في عنا قسمين هو النسائي للشعر وقسمتين للنيل كمان في فوق على الطابة الاول في عنا الجمس بترحبونا عنا الانستغرام وعنا الفيسبوك وعنا الواتساب نمبر هيدا انت شيرت شكرا جزيلا ايمان ونشكر جميع طاقم العمل في بلاتينيون بلاك متمنى ناكم بدام التوفيق ونجاح كلك زو وشكرا لك وعلى روحك الحلوة شكرا لك إلى هنا ذا انتهى حلقة اليوم تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC دمتم بخير وفي امان الله